للمرة الثانية يفوز العرق بانتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب في العاصمة المصرية القاهرة ضمن أعمال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد المؤتمر العام ينعقد كل أربع سنوات بحضور وفد يضم أربعة أعضاء من كل دولة عربية بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الخمسة عشر ناقب اتحاد صحفيين العرب مؤيد اللامي الذي تلقى تهنئة من رئيس الجمهورية عبداللاطف رشيد ومن رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني على الفوز بانتخابات اتحاد الصحفيين انتخب نقيبا للصحفيين في دورتين متتاليتين وانتخب عضوا كذلك في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد بمدينة قاديس جنوب إسبانيا عام 2010 اللامي وهو نقيب الصحفيين العرقيين حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964 تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب في توحيد كلمتهم إذ سيناقش المؤتمر العام الحالي مواجهة الأثر السلبية على الصحافة العربية التي سببتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب على روسيا وأوكرانيا لكن صحفيين سواء أكانوا عرقيين أو من العرب يطالبون دائما بالنظر إلى واقع الحرية الصحفية وما يجب أن يتمتع به الصحفيون من حصانة وحرية الحصول على المعلومة والوصول إليها فضلا عن حمايتهم من الدعاوي القضائية والسجون وليران البنادق وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على كل من يكون واجهة صحفية أو مهتما بالواقع الصحفي اشتركوا في القناة